تشكيل الوقتي النهاردة لسه جاء لنا من شوية تشكيل منتخب مصر في مفاجأة بصراحة يعني كنت لست نتكلم عليها نقولها للناس وهشوق رأيك علشان نعرف تديك رأي فيها لها رأي صعب شوي بس ناشي كل رأي حق منتخب مصر تشكيله النهاردة بادئ بحمد شنوي في حراس المرمى أحمد فتوح في الشمال في اللي مين بادئ بعمر جابر عمر جابر في الجابهة اليومنى في الجابهة اليومنى بسكين محمد عبد المنعم في خط الوسط حمد فتحي محمد النيني عمر السلية في خط اليجوم محمد صلاح وإبراهيم وتريزيجيه ومصطفا محمد والتشكيل تاني منتخب مصر حراس المرمى محمد شنوي في حراس المرمى في جابه اليومنى بيلعب عمر جابر زهير ايمن وأحمد فتوح زهير ايصر المسكين الوينش ومحمد عبد المنعم في نص الملع في حمد فتحي في عمر السلية في محمد النيني في خط اليجوم محمد صلاح ويترزيجيه ويمصطفى محمد تشكيل قوي جدا تشكيل كله ونجوم قادر بإذن الله نعطيكي الفوز رأيك انت يا كابتال جيد. طيب اه انا رأيي طبعا اه طبعا مع احترامي كامل عمر جابر ولكن اه عمر كما لعبه واحد قدى البطولة الافريقية على احسن ما يكون. تمام. وماشي كويس اوه في الدولة. تمام. وكابتن علي مهر موظفه باكرايت من ساعة رجع من البطولة وبيشتغل عليها كويس جدا. اه عمر جابر ما بيلعبش كل الماتشات في في اه اخر مباراة ليه. ممكن ما كانش مواقف. لا بس ساخر مسؤول بلاك كويس. وعمر عمر عزيز. بس 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 بتفع معك. لا مش بتفع معك. لاني بص. ده مكانه الاصلي. لا. مكانه الاصلي. وعمر. الحالات. لا. لا. مكانش مكان. على فكرة. هو ليه كويس. لا. هو جربناها. عزيم لا. الصابت اخرى. عمر كامل عبو واحد في ناشئيني الاهلي. كان بيلعب باكرايت. لما راح الشرطة كان بيلعب باكرايت. اللي وظفه في غير مكانه كان كان كابتن اه حلم طولان لما ماسك الشرطة ولاعبه طرف شمال. لما راح المصري لعبوه طرف ايمين. انما هو اصلا كان باكرايت وهو صغير في الناشئيني النادي الاهلي عمر كامل عبدالواحد باكرايت. مم. فده مكانه الطبيعي عشان كده لما الطلب منه ان يؤديه. على احسن ما يكون. متخوف مسلا عشان سادي ومانية. هيلعب عليه. انا عندي. بس انا اقول لك على حاجة. بوجود حمدي فاتحي. نعم. لعيب عنده رئاتين لعيب الكويس. اعتقد ان هو هيقول لاتنين قافل على سادي ومانية وخش معاه. طيب خلينا خلينا نتكلم كرة. اه اجمد باكليفت في في افريقيا اليوسيس. اللي بيلعب اه رقم تلاتة اللي عثار في الشمال. اللي هو المفهود مع محمد صلاح. تمام. كلنا عارفين ان محمد صلاح ما بيرجعش ادافع بعد خط المنتصر. ده طريقة لعبه. تمام. وحنا عارفين كده. تمام? لما يزيد هو وسادي ومانية اللي اتنين على عمر جابر. مين المفروض يروح? واحد من الاتنين. طبعا. يا النني يا السلية لان الحمد فاتحي هياخد الراجل اللي في صص الملعب. تمام? يبقى النني يا والسلية بقى انت كده فرغت نص ملعبك وخليت على طول اتنين على واحد. طيب هسألك سؤال تاني. طبعا. عمر جابر اسرع ولا عمر كمال عب واحد? لا انا شايف عمر جابرش المكان احسن. لا احنا بنكتنمش في المكان دلوقتي احضر. انا بس. شايفي قرر قرر ده مش باعت كتير. لا كرة سرعة عمر كمال عب واحد اسرع من عمر جابر بكتير. قوة عمر كمال عب واحد اقوى. بلد من اتفع الحاجة ان هو الرجل موقع يمعان بوجهة نظر. خاصة ان انا وجهة نظري. ومتابعيتي الكروش. من بغير سنابيو المباراة اقترى ممرة. وبينقض دايما في الشوت تاني. طيب. جايز يلاعب اولا قتل. بالتالي اولا حاج. يا ريزجية كلنا كنت في ريزجية ما يقعدش. تمام. وكان بيقعد في الشوت تاني. وكان بينزل ويعمل فارق. اكيد. بس. دي وجهة نظر. ماشي. اوكي ممكن وجهة نظر وكده بس مش. الكلام ده مش في تسعين ديائق فاصلة على ملعبك هتروح تقبلها تسعين ديائق هناك. اه 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 جابر مسته في ايه? ان هو هيحرر محمد صلاح في الناحية الهجومية بس. بمعنى لما ييجي عمر جابر يتحرك من ظهر صلاح زي مسلا ما ترينت اه اه ارنولد بيعمل في 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 ليفربول. ايه اللي بيحصل? على طول بيطلع ناحية لمين? فبيحرر صلاح بيخش صلاح لجوه. دي هتبقى ميزة كويسة اول عمر جابر. انا حلتها في الهجومية. انا حلتها في الهجومية. انما في الدفاعية صعبة جدا. بقى معنىش مع حضرتك. دي اتكلم. طب بص النهاردة انا لازم نراعب بجوم. لا. هو خطة. مش مع حضرتك. مش مع حضرتك. طب خلال. احنا اسلوبنا المفروض ما يضغي. مش مختلفين. مش مختلفين. مش مختلفين على النقطة الاخيرة. مش مختلفين. طف اتفق على الجزء التاني لاني برضو فيه مفاجئات انا شاف ان هو بدء برضو النهاردة في الهجوم. بدء بتريزيجيه. بدء بتريزيجيه وكان دائما بيرياحه. تمام. انا شاف ان تريزيجيه احسن. وافيض. لسببين. السبب الاولاني ان امر مرموش ما بيدفعش. هم عندهم اه اه بونسار البكريت اه لعيب جامد جدا جدا جدا. ما بيبطلش جاري. على طول بيكمل. تريزيجيه من النوع اللي بينزل يدافع. عمر مرموش ما بينزلش يدافع. لازم تريزيجيه يبقى واقف عشان يقدر يعمل الناحية الدفاعية. في نفس الوقت في الناحية الهجومية. اه تريزيجيه بيكمل اكتر بكتير من عمر مرموش داخل التمنتاشر. اه مرموش عايز ياخد الكرة من بره التمنتاشر ويعمل شوتنج. انما مش بياخد الكرة ويكمل لجوه. لا تريزيجيه عنده الميزة دي. لو بيكمل وعملها هو احرص في المغرب منها. اه عنده الميزة دي كويس جدا. عنده اه في زي ما بنوه كده ديو بينه وبين محمد صلاح او دوتو بينه وبين محمد صلاح فهمين بعض من زمان بيلعبوا مع بعض. كان بيرياحوا في طولة افريقيا لانه كان راجع من اصابة. النهاردة هو.